تجبر والاوضاع الاقتصادية اثر حصار الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة مئات الاطفال العمال في او للعمل عفوا في ميهن قد تعرض حياتهم للخطر وتحرمهم من الطفولة لم يكن جديرا باقدامه ان تخشن قبل اوانها ولم يكن من المفترض ان يتحمل عبء البلاد المضطربة قبل ان يولد هذا احمد طفل في الرابعة عشرة يعمل خياطا مع والده منذ سنتين واقع جعله شاحبا ومثقلا بالمسؤولية تجاه اسرته بلاشت بعض الشغل مقابل سنتين وانا عمره 14 سنة وانا خشيت هذه الشغلة عشان اسعاد ابويا وتعلم هذه الشغل كل شيء تصليح تفصيل حابك اي شيء بخص الخياط شغلات الخياطة مش كتير بتجيب مصاري بس بتساعدنا نوكل من وراها خوز حقوقيون يرون ان عمالة الاطفال باكرا قد تكلف خسائر مجتمعية كبيرة بالنسبة لهم ما يتطلب مراقبة من الجهات المسؤولة للحد من هذه الظاهرة تتحصل دوافع الاطفال ممن يذهبون الى العمل في الوضاع الاقتصادية القطاع غزة يعاني من حصار اقتصادي خانق ادى بهؤلاء الاطفال الى الذهاب الى سوق العمل وبالتالي وجب رقابة لهذه الظاهرة وجب منع الاطفال ممن تقل اعمارهم عن سن الخامس عشر عاما حسب قرون العمل الفلسطيني من العمل في هذه الاماكن وتختلف المهن التي يشتغل بها الاطفال العاملون في القطاع لكن اكثر المظاهر انتهاكا لانسانيتهم وطفولتهم هي التشرد في الطرقات للتسول تشير بيانات منظمة العمل الدولية ان في غزة اكثر من مئة الف طفل التحقوا بسوق العمل بعد عام 2020 ارقام تبدو مرشحة للارتفاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة غازي العلول رؤية قطاع غزة